السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب وحبيب قلبي احلى متابعين في الدنيا متابعين قناتي كل يوم جديد مجدد جندي لو اول مرة بتتابعوا معايا ما تنسونيش من اللايك من الشير سبسكرايب تفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد واتمنى جميع وصفاتي اللي بقدمها على القناة تعجبكم وتنور رضاكم يلا بينا بسرعة نخش على الوصفة الهاي لدي يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف مع بعض لطريقة تحضرنا وما قادرنا معايا مية بتغلي على النار حطيت فيها رشة من الملح المشكل والملح المشكل بتاعها عبارة عن ملح في الفل اسبوت كمون كسبرة نشفة شطة وكمان حطيت فيها مع حوالي معلقتين تلاتة كده من الزيت ومعايا المكارونة بتاعتي هبتدي اعمل لها عملية سلق هحط كسيد المكارونة اللي معايا بالشكل ده طبعا كمية المكارونة الكمية اللي تنسبك معايا المكارونة اللي هي المكارونة القلم حطيت المكارونة بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه ده في المية ومش هخليها تستوي بشكل نهائي هخليها تستوي معايا نص سلقة المكارونة بتاعتي طلعتها نص سلقة زي ما احنا شايفين وكمان عملت لها صدمة بالمية السقعة من تحت الحنفية عشان توقف عملية السوا لان طول ما هي سخنة هتفضل تستوي شايفين انا قصرت واحدة من النص عشان تشوفوا قد ايه هي لسه مستوتش بالشكل الكامل انا عايزاها بالشكل ده مش مستوية قوي معايا حل على النار ومعايا بصلايا متوسطة الحجم زي ما احنا شايفين كده هبتدي اخرطها الوصفة دي للجوع المفاجئ ليعزوه ما عندك حابة تعملي تواجن المكارونا دي تواجن جميلة جدا والاولاد بيفضلوا ياكلوها من الشارع احنا عانيعملها لهم في قلب البيت عشان نحببهم في اكل البيت طبعا نفس وطعم وريحة وكمان نضافة زي ما احنا شايفين بنخرط البصلايا تخريط متوسط معلقة بقى كبيرة من السمنة البلدي بتاعتك او المادة الدهنية اللي انت بتحب تستعمليها ومعايا معلقتين من الزيت زيت يكون نوعية نظيفة ومعايا كمان فصلين تلاتة من الطوم يا عالريحة بتاعتهم اللي هيعملوها للطواجن بتاعتنا هنبشرهم زي ما احنا شايفين على البصلايا وكمان مش هخلي البصلايا بتاعتي تاخد لون يدوبك ان هي تدبل مش عايزة لونها يغير زي ما احنا شايفين كده وهنزل بمعجون الطماطم اللي احنا عاملينه مع بعض على القناة وشايلينه في الفريزر جبت كيس من عندي كده وانزلت بيه على البصل طبعا هو مش هياخد وقت معايا في التسبيك لانه متسبك قبل كده وجاهز على التحضير يا ضوبك انه هيسيح معايا بالشكل ده ومعايا مكعب مرأ ممكن تستغني عنه بس بيدي تستحلوه للوصفة ومعايا رشة من الملح المشكل طبعا كل واحد عارف مقدار الحياء اللي هو عايزه والملح المشكل احنا قلنا في اول الفيديو عبارة عن ملح في الفي الاسود كوزبرة ناشفة شطة وكمون هنزل بالمكارونة بتاعتي بالشكل ده تكمل السوى بتاعها حاجة بسيطة بسيطة جدا ان انا هقلب المكارونة من فوق لتحت بس في الصلصة مش عايزاها تستوي على النار تاني هقلب بس على ما حط المكارونة بتاعتي هقلبها تقلبتين من تحت الفوق زي ما احنا شايفين كده وهنزلها من على النار مش هخليها تكمل سواها على النار انا لسه هحطها في الطواجن خلاص كده وانا بقلب طفيت النار عليها انا بس بخلي كل حبيات المكارونة بتاعتي تتشبع من الصوص الجميل ده والصرصة الجميلة بتاعتنا دي خلاص كده هروح بقى على الطواجن معايا لحمة مفرومة طبعا كمية الطواجن الكمية اللي تناسبك والكمية اللي انت عايزاها على حسب افراد اسرتك او الناس اللي جايين عندك لحمة مفرومة مع الصجة احنا عاملينها فيديو لوحده على القناة هنزله لكم في شاشات النهاية بتحط المقدار اللي انت عايزاه في قاع الطاجن بنكمل الطواجن بتاعتنا بالشكل ده بنحط مقدار من اللحمة المفرومة المعصجة في كل طاجن وبعد ما حطينا اللحمة المفرومة في كل الطواجن بالشكل ده هنحط كمية المكارونة برضو المناسبة لكل طاجن طبعا بقى احنا مهيصينهم بقى كده لحمة مفرومة كده ومكارونة بالصلصة حاجة كده توحفة جدا افضل بكتير بكتير من اكل الشارع واحنا عارفين دلوقتي ان الجو مش امان خالص عشان الولاد يكلوا من اكل الشارع واحنا برضو عارفين انه هما بيفضلوا اكل الشارع بكتير فعايزين نلموهم في البيت ونعمل لهم الطواجن اللي هما بيفضلوها من بره زي ما احنا شايفين بنحط لكل طاجن الكمية المناسبة من المكارونة وطبعا المكارونة بتاعتي لسه ما كملتش سواها ما تسويهاش قوي على النار عشان تاخد راحتها في الفرن وتطلع لك بالشكل الجمالي اللي ولادنا بيحبوه منبرة وهتطلعيها احلى منبرة كمان ساعات التواجن بتاعي بره بتبقى مع الجنى المكارونة احنا هنطلعها مظبوطة جدا جدا وزي ما هتشوفوها اهم حاجة انك تسويها على النار تسلقيها نص سلق وحطيها في الطماطم يا دوبك ان هي تلف لفها مع الطماطم تلف فيها من فوق لتحت بالطماطم اللي احنا عملناها عصجناها على النار لفتين اتنين وتطفي النار عليها وتبتدي تعبيها زي ما احنا عملنا كده في الطواجن بتاعتنا ومعانا صنية فرن هنحط عليها كل كمية الطواجن بدل ما نطلع طاجن طاجن من الفرن هنطلع الصنية بحالها من الفرن وده افضل بكتير هيريحنا مش هتكمل اربع دقايق في قلب الفرن وهتطلع معانا بالشكل ده ان طبعا الفخار هتاخد ريحة الفخار وكمان الفخار بياخد سخونة عالية انا عجبتكم وصفتي النهار ده ما تنسونيش من اللايك من الشير سبسكراي بتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد